الفنانة سمية جمال راكزة الفن الشرقي الفنانة هي اسمها الحقيقي زينب خليل وهي من أبناء السعيد اشتغلت ممردة وبعد كده ثابت التمريض واشتغلت في مجغل اشتغلت عندي بديعة مصابلي في كازينو بتاعها وبعد كده قابلت الفنان فريد الأطرش وكان بينهما كسة حب ولم يتزوجوا تركس على المسرح والكعب الصندل بتاعها القصر فقلعت الصندل عشان كده لقبوها باسم الراكزة الحافية وعملت أفلام مع الفنان سمان ياسين والفنان فريد الأطرش وبعد كده تزوجت من مليونير أمريكي وسفرت معاه برة وأسلم واشتغلت هناك على مسارح أمريكا وطلقها وخد فلوسها ونزلت تاني على مصر وقابلت الفنان رجأ بعضا واشتغلوا مع بعض في السلمة الفيلم اللي هو الرجل التاني وكانوا بينهما كسة حب ولم تنجب من زوجها الأولاني ولا التاني لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيركم معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايقات سيسركم كل ما هو غجيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر